خبر بتحبوه وهو خبر يعني صحبه مفرح يعني ومبهج وإحنا كلنا بنحبه مثل أعلى وجيه من محافظة يعني عزيزة على مصر وبسيطة وبسيطة وبسل مجهود كبير مثل كبير لكل شاب والكل شابة إن هم يحتزوا بالطريقة وبالمجهود اللي بسلوا 15 يونيو 1992 ده ميلاد مو أو محمد صلاح يعني طبعا يعني عشاق كرة القدم بيقفوا كلهم في العالم مش بس في مصر علشان يحيوا محمد صلاح بعيد ميلاده فخر العرب محمد صلاح اللي نجح في تغيير فكرة الملاعب الأوروبية عن اللاعب المصري والعربي أنا عايزة أقول لكم مش بس التغيير يعني أنا سفرت بريطانيا كتير في الوقت اللي محمد صلاح بلعب فيه أنت طول ما أنت ماشي في الشارع الإنجليزي لا يعني أنت حتى ممكن تقول لهم أه إيجيبشن أنت من بلد محمد صلاح يعني قد كده هم بقوا مربطينه يعني ربطنا به فمحمد صلاح مش بس هو قدر أنه هو يقدم يعني نموذك حلو للاعب مصري ولاعب رياضي الأخلاق الطريقة اللي بيتعامل بيها مع عيلته الطريقة اللي بيعيش بيها حياته كلها بطريقة صحية ورياضية إزاي قدر يشتغل على نفسه في الرياضة في جسمه إزاي قدر يعلي مهاراته بشكل كبير فأعتقد هو قدر يعمل حاجات كتير خلينا نكمل كلام عن الموضوع ده الناقض الرياضي أحمد درويش مساء الخير كل التحية لحضرتك كل التحية مشاهدينك ومستمعينك طب خليني أقول كده لو أنا بحط محمد صلاح بحطه في برواز وبحط جنبه برواز كده بحط فيه الإنجازات اللي قدر يقدمها لمصر مش كابتن أحمد درويش بصي أستشافكي يعني محمد صلاح فكرة البرواز وفكرة كل حاجة هي متاحة ومباحة لأن محمد صلاح بصراحة النهاردة الرجل عيد من يده ومش عيد من يده وهو الوحد بعيد ميلاد ليه حاجة مصرية استطاعت إن هي تعلي سقفة نخنى وتحطينا في مكانة تانية لو تكلم عن محمد صلاح بالأرقام فحد صلاحها يكفيك مثلا أن أنت تتعاملي مع واحد من أساطير الكرة في العالم واحد سجل أكتر من 200 هدف صناعة وتزمين في الدور الإنجليزي وصل لمرحلة إن هو كان بنافس ضمن أحسن ثلاث لعبين في العالم محمد صلاح حق الإنجازات اللي هي كانت بالنسبة لنا هي أحلام فقط أن أنت واحد مثلا لك القدرة على الاستمرارية أن أنت تبحث في الدور الإنجليزي أحسن لها في الدور الإنجليزي أستاذ شافكي محمد صلاح عامل رقم قياسي قد يتحقق رقم أفضل منه السمادي ده على مرضى ست مواسم متتالية في الدور الإنجليزي يقدر يسجل هدف أو هدفين في المباراة التحية هذا رقم قياسي يسجل ثمان تجوان مثلا آخر ست مواسم في الدور الإنجليزي أو مباراة الدوري ده حاجة من ضمن أرقامه قياسية محمد صلاح لو نتحدث عنه وعن أرقامه هو يحتاج إلى كتب ومجردات عشان كده معه تمام هل كمان أقدر أقول لأنه محمد صلاح بقى مش بس نموذج يحتزى به للشاب المصري أو للعرب ولكن حتى في أوروبا يعني هم يعني طول الوقت بتلاقي كل الصحف الرياضية والمقالات والبرامج والمنتديات الرياضية الجميع بيتحدث عن محمد صلاح فأشياء كثيرة جدا مش بس في الكورة عشان هو قدر يفرد نفسه وشخصيته بذكاة وشخصيت برضو اللاعب المسلم العربي المصري المتدين اللي هو حريص جدا جدا أنه كان يبرز مثلا المصحف في سفرياته أن الرجل ده بيسكت احتفالا بأهداف شكر الله محمد كمان مش يعيب بيحب الشوشرة مش بيحب الإذعاج عنده استصرحات موضرة ذات حد عنده استصرحات عنصرية ذات حد بالعكس بيكبر جميعا يحترموا حتى في فرحته ضد المنافثين بيكون بإشروب رياضي راقي مش مستفزل بالبلد زي إحنا ما بيقول لا محمد متعاون مع كل الناس شوفي يا شوفي يا شوفتي اللاعبة الصغيرة تنضم المنتخب ده مثال بسيط بس على أقتين محمد صلاح نموذج محترم إزاي محمد صلاح بيتشوك اللاعبة الصغيرة بـ ١١٢٠ سنة بيكونوا فرحانين إن مثلا محمد جاب لهم عميز بتاعه والتي شيرت بتاع البرفول وبتصوره معاه عايز بديهم نموذج يبعث لهم رسالة إن أنتوا تقدروا تقوم محمد صلاح إن أنا فاكركم إن أنا بشكعكم جوه منتخب بص إزاي بيكثر حاجز النفسي ما بينه وبين العيبة الصغيرة لا أنا مش محمد صلاح اللي عايش في بورك عائل في ريفربول ومتور على رأس الكورنجليزية لا أنا محمد صلاح المصري اللي كنت شبهكم اللي طالع من نادي المقاوين العرب اللي مسافر بمئة مليون دولار في زلوك صغبة جدا في 2012 اللي نادي الزمالك ورئيسه منضوع عباس في يوم الأيام رفض يتعقب معايا وقال إن هو ما ينفعش لتأقن في بوطخة الزمالك فإزاي إدر محمد صلاح إن يروح سويسرا وبعد سنة يبقى هداب وإحصلها في سويسرا ويروح إيطاليا ويقصر الدنيا ويروح إسبانيا هو كمان شغل العالم يعني محمد صلاح بقى يعني الكل يتتبع أخباره حينتقل فين حيروح فين كمان أعتقد أنه هو يعني إدى شريان جديد في نادي ليفر بول يعني وإدى حياة جديدة لنادي ليفر بول على مدى وجوده فيه هو وجود محمد صلاح في ليفر بول هو بيعالي قيمة قيمة تسويقية لنادي ليفر بول في وجود محمد صلاح زادت لأن في وجود محمد صلاح لقب دوري إنجليزي الغائب عن ليفر بول أكثر من 30 سنة عاد لقب بطول الدوري أفضل أوروبا هي البطول أهم أكثر شعبية العالم كله كانت غايبة عن ليفر بول من 2005 عادت مع محمد صلاح لقب كأس العالم الأنبياء فاس بليفر بول كأس السوبر كأس الاتحاد الإنجليزي كأس الاتحاد في إنجليزي كل الأقابل اللي كان محروم منها ليفر بول بالبلد كده أهلو محمد صلاح أنا كمان عايزة أقول لك حاجة يعني لو إحنا بنتكلم عن كم الجوائز سواء اللي حققها ليفر بول أو حققها للكرة الإنجليزية بشكل عام من خلال ليفر بول لكن كمان هو دخل ليفر بول التاريخ يعني كلنا فاكرين الماتش العظيم بتاع منشستر لكن كمان عايزة أقول كمية الجوائز اللي أخدها يا صلاح وجوده في مدحف تسوز قربه كمان من العيلة الملكة البريطانية اللي استقبلوه سلموا عليه شكل كبير حاجات كتير جدا إيه اللي ينقص بقى محمد صلاح عشان يحصد الكرة الزهبية بالبلد كبه يروح ريال مدريد يروح ريال مدريد الإسباني آه ريال مدريد ريال مدريد خلينا معترفين يا صلوة شافكي هو أكثر شعبية وقوة وتسوقيا وجمالية في العالم فيه الكرة الزهبية لها أرقام ولها رعاية يتدخل أحيانا الرعاية في تغيير اتجاه الكرة الزهبية بزاعة إلى الزهب طب أنا ممكن أسألك سؤال كده بيني وبينك صلاح نفسه يروح ريال مدريد طبعا أي لعبة العالم يعني أنا جمعتني حاجة شخصية محمد صلاح من ثلاثين كده في أحد المصايف وأيامها شامل كلام على برشولنا وريال مدريد فأسألته على ريال مش كده يعني قال لي ومين يقرأ إنه نروح ريال مدريد أو برشول يعني ده كانت إجابة محمد صلاح إنه وقتها أكبر مليان في العالم مع كامل الحصول من الدولة الإنجليزية الأقوى حاليا في العالم لكن محمد يحتاج إلى تغيير نادي لفربول من أجل حصولها الكرة الزهبية فهي دي ممكن تكون النقلة بالنسبة لحمد صلاح طب لو إحنا كده عايشنا ما تيجي ندخل ميتافيرس أنا وإنت العالم الافتراضي ندخل لو دخلنا العالم الافتراضي في عيد ميلاد محمد صلاح محمد صلاح اللاعب موجود في ريال مدريد إيه اللي ممكن يعمله أكيد 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 هيكون نجمع في ريال أول ربما الحالية اللي بعيشها ريال مدريد هيعدي يعني هيعدي الأسماء بتاعت ريال مدريد بص يا سيدة شفكي عايزين نبقى واضحين في حاجة البصات التاخذ من الدور الإسباني لما طار منه كريتان رونالدو وطار منه مكسين فالقيمة التسوئية والإنيجي والشعبية والندية بتاعت الدور الإسباني قلت بغياب ميسي أورادي هم في حاجة إلى وجود نجوم كبيرة تجذب الأنظار من تاني للدور الإسباني بيحاولوا دلوقتي تنتقى بيه نفس باريسان جرمان من أحضر لعب العالم دلوقتي كمان محمد صلاح اسمي بيظل مطروح أنه نرحق لأنه يسأ 31 سنة وهم بالتالي محمد صلاح وجوده في الدور الإسباني هبقى نقلة للفريق إذا هيروحه وهيكون نقلة بيرة للدور الإسباني حد ذاته صحيح يعني يعني عارف هو كلامك كمان بقى بيحسسني أولا نجومية صلاح ونجاحه ونجاح مشواره ونجاح كل المحطات ونجاح مواقفه لأنه حتى ما عندهش مواقف الحقيقة يعني تسيق لي بأي شكل من الأشكال في أي حقل رياضي أو أي مباريات أو أي احتفاليات كانت موجودة لا بالعكس هو كان دايما مشرف صلاح كمان مش بس بيهتم بالناس ويهتم بالشباب وبيدعى بالشباب وبيساعد الناس فبيقدم الحقيقة حاجات كمان إنسانية كتيرة جدا طول الوقت حاطت عينه عليها ومنتبه ليها حقيقة جدا كم الأعمال الخيرية اللي بيقوم بقى محمد صلاح داخل قريته نجريج وخارج قريته نجريج في محافظات الجمهورية مصر العربية محمد طبعا يعني عايز أقولك أنه بيزعى لما بيسمع كلام ده الناس يتكلم بيهم إيه أخ حاجات خيرية لكن محمد له بصمة أنا أعرف هنا بعض الحاجات لأن أفسح عنها محمد صلاح يبقى إنسان نبير بمعنى الكلمة بعيدا عن المستطيع الأخضر إنسان شهم جدا جدا خير جدا جدا فربنا يجازي خير عما يفعله خير المستطيع الأرض عموما يعني أنا هخرج من العالم الافتراضي وأتمنى أن محمد صلاح ليه لا يكون في ريال مدريد وياخد الكرة الذهبية وينقل كل السخب ده من بريطانيا إلى أسبانيا وأعتقد أنه عشاق الكرة حيبقوا ساعتها وإنت عارف المصر بيحبه ريال أصلا يعني فحيبقى فيه تشجيع كله جائز في عالم الكرة الصغيرة أين تدور الكرة فكل سنة محمد صلاح طيب أنا عارف أن أنت مقرب منه جدا مظبوط؟ محمد أي شخص يتشرف أن يبقى مقرب منه محمد صلاح إنسان جميل كل سنة هو طيب عيد ميلاده وعيد ميلاده كرة حلوة بص والتاريخي حلوة بص ربنا يكرمه جزيخي أكيد إحنا يعني حنسلمك رسالة حتقوله من أسرة التاسعة كل سنة وأنت طيب وإن شاء الله السنة الجاية نكون ببريكلك هنا على حاجة تانية جديدة إذا حب يرد علينا صفحتنا موجودة مشكورك جدا إن شاء الله مشكورك جدا النقد الرياضي أحمد درويش والحديث عن محمد صلاح عيد ميلاده النهاردة كل سنة وهو طيب برج الجوزاء بقى يعني برج الجوزاء الحقيقة من الأبراج الحلوة كلها طاقة وحيوية وجميلة